وعايز اختم الحلقة بالمقولة المقصورة اللي دايما اختم بيها كل حل النهاردة اخترت عبارة من الثقافة الانجليزية يعني كلام دايما يتداول في الثقافة البريطانية او في حديث الناس بيقولك ان عدم حل المشكلات يزيد صعوبة الحياة بالنسبة لأي شخص فكرة ان انت ترجي من مشكلة ده مش حل ناجح في كل الاحوال لما تواجهك مشكلة حاول تحلها لان ارجاء مشكلة ممكن يعقدها وممكن يؤدي الى تراكمها وممكن يؤدي لصعوبتها واللي تقدر تتعامل مع النهاردة قد تجد صعوبة في التعامل مع بكرة ففكرة حل المشكلات اول باول هو مصار مهم جدا لضمان حياة هادئة وصحية بالنسبة للناس المنهج اللي قايم عند بعض الناس يقولك ترك المشاكل بلا حلول هو يحلها كنت دايما واحد يقول لي ايه سيب المشاكل تحل نفسها بنفسها مفيش مشكلة بتحل نفسها بنفسها انا متفاهم طبعا الواحد لما يكون مر بتجربة سلبية مايفكرش فيها بعد كده ويحاول يمضي الى الامام لكن لو في مشكلة هو بيواجهها لابد ان هو يحاول يحلها قد تستغرق اسبوع اسبوعين شهر شهرين مش دا الموضوع لكن لابد ان يضع في اعتباره انه ما يسيبش مشكلة موجودة زي اللي بيسيب حنفية مية مفتوحة عملت نقطة 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 فده طبعا بيؤدي في النهاية الى مشكلات تانية يعني بيلاقي ان هي بتسيب تأثير في الشقة وبتسيب تأثير على الارض وبتسيب تأثير في الحيطة فاللي انا عايز اقوله ان المشكلات لابد ان تواجه وترك المشكلات مسألة ليست في صالح الانسان لانه قد يتحمل تكلفة اعلى لموجهة المشكلة دي في مرحلة لاحق